كابتل طريق أسيريو بطريقة المباراة اللي فائد بيلعب أكتر 4-1-4-1 4-1-4-1 4-1-4-1 دي لو كدر لنا نشوف مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك هل دي هتكون الطريقة الأنسب قدام النادي الأهلي؟ بص أنا اللي أنا عارفه عن أسيريو وسمعته عنه أنه هو بيلعب 4-3-3 أصل أه صح فكرة لعبه 4-1-4-1 هو كان ممكن يكون عايز يجرب حاجة معنا في الجيم كمان من الحضور التمارين والشغل أو اللي أنا سمعته عنه أو اللي أنا شفته أن الراجل مثلا كان شغال طول الأسبوع قبل الماتش الأخير بشكل معين وغيره قبل يوم الماتش أو بأسماء معينة مشت مش طريط اللعب لا بأسماء معينة يعني على سبيل المثال مثلا كان حطت الزناري طول الوقت أساسي في الماتش لأنه بدأ بعبغاني كان حطت عبغاني 6 طول الوقت لأنه حطت عبغاني مساك فانتف هو الراجل بيجرب خد بالك اللي أنا شفته من أسيريو أنه هو كمان وقت المؤتمر الصحفي بعد أول ماتش هو مسك ورقة عشان لسه مش حافظ أسماء اللعيبة فلازم ياخد وقت في الحتة دي إنما طريقة لعب أسيريو الأساسية 4-3-3 هل الأليات أو الأسماء اللي موجودة عند أسيريو ينفع العب 4-3-3 يقدر 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 بيها عشان كده ممكن يكون الراجل فكر في طريقة 4-1-4-1 دي لأن الأسماء اللي موجودة داخل ناتذة مالك مفهمش التمانيتين اللي ألعابه بوكس تو بوكس لدرجة أنه أصف أحمد ساد زيزو تماني المطش الأخير صح فهي أدوات في إيدك تحطها تحاول هتلعب قدام الأهل إزاي هو أنا بقى إيه خد بالك ما هي دي ميزة أسيريو أو هو اللي هي ممكن يفاجئنا بإيه لأن الراجل واضح واضح إنه بتاع مفاجآت صح يعني لما يجي يحط التشكيل يلعب شكبالة 8-8-2-1 مفاجئة المفاجآت يعني حاجة مش طبعية طبعا فواضح إن الراجل لأ أنا ما عنديش مشكلة في أي حاجة في أي وقت إن مدير فني في ماتشي غار أربع لعيبة في الهفتايم مفاجأة غريبة جدا والناس كلها انتقادته مع ذلك نجحت معاه بشكل جبير جدا فهو ما عنديش مشكلة في أي حاجة هو في الفترة دي بس هو طبعا عارف كويس قوي إن ماتش السوبر لو تلعب وهو موجود لا ده هيتحاسب عليه هيتحاسب عليه إيه كجيم ببطولة بالنسبة له هو مش هيتحاسب عليه إن هو يعني هيعمل له مشكلة وكده كده الراجل مكمل السنة ونص بتوعه بس بس هتحط إن إنت قسرت من الأهل بطولة الله ينور عليك فدي نقطة بالنسبة له أو جمهور الزمالك حطك فوق دماغه لإن إنت جا في وقت صعب جدا وكسبت نادي الأهل فرقاء سوبر فبرضه هتبقى نقطة إيجابية بالنسبة له عشان كده ممكن هو الرجل هتبقى حساب حساباته غير نحن هو إيده في المطبخ مع اللعبة شكرا